اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذا اليوم وهو من الايام القليلة التي تفرح فيها فلسطين ويفرح فيها قطع غزة يوم صدور نتائج الثانوية العامة ونحن الآن من اكثر البيوت التي يفترض انها فرحت ومن اكثر البيوت التي فرحت بيت الاولى على الوطن الاء احمد عبدالعاطي التي حصلت على نسبة تسعة وتسعين وسبعة عشر وتفوقت بذلك على جميع طلبات فلسطين من بيت العائلة الآن سنبدأ هذا الحديث والحوار مع والد الاء احمد عبدالعاطي بداية ابل العبد ألف مبروك هذا التفوق والنجاح لألاء وهل توقعتوا انه انتم بنتكم تاخد المرتبة الاولى على الوطن مبرك الله فيكم اهلا وسهلا شرفتونا بداية انا يعني بنت ألاء يعني الله ارضى عليها كنت متوقع لها انا تجيب يعني علامة متميزة ومن اوائل الوطن والحمد لله وبفضل الله ومنتو يعني اكرمنا واخدت يعني لكل مجتهد النصيب جدت واجتهدت والتوفيق من الله عز وجل وربنا اكرمنا بالنتيجة الحمد لله رب العالمين لكن التوقعات بتبقى توقعات الى حد التأكيد لحظة التأكيد وسماع الخبر كيف كانت في البيت بما انه مضى عليها ساعات وصفلنا اياها الساعات لذيذة يعني فرحة النجاح هذه ما الهم مقياس يعني ممكن اجمل فرحة في العمر فرحة النجاح احنا كنا ننتظر المؤتمر الصحفي في اعلى مفاجأة هيك رن علينا زميله لابني عبد الرحمن صديق وقال له مبروك اختك مخدها الاولى على الوطن وبعدها يعني اكدنا من نتيجة عبر الهي وسائل التواصل الاجتماع على الفيس والامورين الحمد لله الساعات لا توصف سعادة يعني الله يطعمها لكل انسان يا رب ازن الله تعالى يا ربي اشكرك خلينا نتوجه الى الطالبة الاولى على الوطن الاء الاء الف مبارك ربما لكل مجتهد النصيب وواضح اجتهادك والان حصدت نتيجة هذا الاجتهاد لكن هل توقعتي انه انت تاخدي هذه المرتبة ومش المعدل المعدل يمكن انت قلت لنا انه انت كل السنوات كنت اعلاماتك اعلى كمان من هيك لكن هذا المرتبة الاولى على الوطن هل كانت متوقعة بالنسبة اليك الله يبارك فيكم جميعا طبعا هو صراحة لا انه الاولى على الوطن لا ما كنتش فقعها يعني كنت فقع معدل منيح انه تسعة وتسعين وهيك اشي بس من الاولى على الوطن لا كانت صدمة صراحة بس الحمد لله فرحة يعني فرحة مش فرحتة ابن هيك الحمد لله كانت صدمة بالنسبة اليك في الوقت الاول كانت احلى صدمة الحمد لله يعني اه shoot me possessed geral هذا الرقم للناس اللي ما بتجيبه التسعة وتسعين وسبعة عشر انتي اوشكتي انك تسكر المية بالمية كيف بنجاب؟ هو اكيد بده متابع اول باول ودراسة وتنظيم وقت وتركيز طول السنة يعني والله يوفق الجميع يعني لا هو مش يعني مش صعب ان ينجاب برضو بس بده تعب يعني بده اجتهاد يعني والله يوفق الكل ويطعمها لكل هذا بيكون النشاط الوحيد في حياتك الدراسة طول السنة ولا بتطلعي وبتنزلي بتشوف الناس؟ لا اكيد كنت اطلع يعني مش طول وقت الدراسة ما كنت شقدر انه وظن ضغطة حالة طول وقت كنت لا اخد بريك واطلع وعادي يعني كنت عايش حياتي اولها يعني حتى كيف عايش حياتك؟ لا كنت اطلع يعني اه كنت اطلع لا لا ابدا مش حابسة يعني بس لا عادي كنت اطلع بس انه برضو مركزة يعني عارفة شو بدي عمل لما اروح يعني لكن يا لا بكل تأكيد بما انه احنا في غزة هاي السنة مرينا بكتير اوقات تصعيد وقصف هذا المكان كان من الاماكن اللي كان مركز فيها قريب منها القصف قطعت الكهرباء كل الظروف اللي عيشها غزة هل بتخلي هذا الموضوع بتخلي النجاح والعلامات العالية اصعب؟ هو صراحة عائق يعني بس انه الواحد بيشتهده وقدر يفتازه يعني بقدر انه يركز وخلص يعني يسيب كل اشي ويهتم بس في الدراسة السنة هاي يعني كيف كنت تقدري مسلا تتغلب على موضوع قطعة الكهرباء؟ اه كنت يعني ادرس فيه للدات فيه اشياء بالساعد يعني والحمدلله يعني عدت السلام و ايام التصعيد معقول كنت تدرسي فيهم؟ لا صراحة في ايام ما قدرتش ادرسي توتر يعني بس انه خلص يعني هي ايام بتعدي يعني برضو ومساعدة الاهل اه هادول الاهل هم و بالاضافة لمن اللي كانوا دعمينك في هادة السنة اللي دعموك للنجاح وساعدوك في الوصول اليو صراحة كل حد بعرف وقف معي يعني اهلي اخواتي بابا وماما ام علماتهم بدرسة واساتيزتي كل حد كان وقف مع صحاباتي واقاربي و سيدو و تاتا وكل كان يدعي لي صراحة يعني الحمدلله اللي ما دعمك بشكل فعلي دعمك دعالك أكيد دعم صحيح طيب بعد هذا المعدل شو طموحك شو بتفكري تدرسي وين بتتوقعي يعني هذي خطوة أولى ما هي الخطوة التالية طموحي إنه الحمد لله إن شاء الله يعني كم الدفوق في مسجد الجامعية وأواجي بالفرخار يعني هلأ جاي أصد التخصص وهيك لسه بدأ أفكر الموضوع وأواجي بالفرخار حددتي شو بدك تدرسي تخصص لسه أفكر الموضوع يعني بس من الأغلب طب إن شاء الله يعني إن شاء الله في غزة إن شاء الله لكن في هذا النجاح لمين حاب تهدي فيه لازم أسألك هذا السؤال لمين حاب تهدي نجاحك بهدي نجاحي لكل الشعب الفلسطيني للأسرة والشهدة والأهلي ولكل حد وإفمعته للسنة ودعمني أخواتي بابا وماما وتاتة وسيده وستة وكل حد كان يدعي لي يعني وإفمعته للسنة شكرا شكرا لك يا ألأ بدنا نتكلم مع شقيق ألأ وهو جاب علامة قريبة من هيك سنة التوجيهي في البيت الثانوية العامة لما يكون في حدا توزيهي كيف بيكون البيت أكيد طبعا البيت بيكون لخبط هيك شوية يعني وشوية يكون فيه سترس في البيت بس عادي يعني إشي طبيعي ممكن نتغلب عنه وبمتمشي الحياة عادي إيش مشاكل ألأ ماشاء الله عنها جدعة وما كانت شي محسسانة ألأ كانت ماخد ركن في البيت تدرسه عادي الحياة حلوة ماشي فرحة إنه أختك بعدك بتقريبا سنتين جابت علامة أعلى من علامتك ولو بجزء بسيط كانت وعلى ألب أحلم العسل وإن شاء الله أعلى كمان أنا ما بكره لها بكره لاش الخير أكيد طبعا أكيد طبعا ما لنها بس هو الحقيقة دايما البنات علاماتهم أعلى السنة فيك تساح لأواء الثانوية العامة في فلسطين تقريبا للبنات يعني ربنكم منصفين جدة ألأ رح تكون موجودة معنا الآن بس رح نسألك سريعا بعد من بارك لك بهذه الفرحة اللي أنتم فرحنينها واللي قادرين نشوفها في عيونكم من ساعة مجينة إيش بيعني لك إنه حفيدتك تجيب الأولى على الوطن يعني حاجة يعني تشرفني وأكون مبسوطة جدا 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 لأنها دول أحفادي يعني امتداد لإلنا وألاقة طول عمري يعني بسمعها إنها شاطرة يعني وبشوفها إنها شاطرة وقبلها أخوها عبد الرحمن وأخوتها تانين على الركب يعني إن شاء الله الله يوفقهم كلهم ونشوفهم دايما في أحرى المراتب إن شاء الله طبعا إيش يا لأ لا لأوا عبد الرحمن وحتى خارد وحتى محمد كلهم بدعينهم أحلى إيش الحفيد أحلى إيش شفتي يعني ما أغلى من الولد إلى ولد الولد صح ولا لأ بكرة بتجاربي ألف مبروك لهم كلهم ألف مبروك لهم وللجميع إذن استطعنا إنه إحنا نرصد جزء بسيط من الفرحة اللي هي فرحة في بيت الأولى على الوطن ألاء أحمد عبد العاطي لكن قبل ما نختم رح ناخد تعليق سريع من والد ألاء على مباركة متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاء أدرعي لما بقول إنه هو ببارك لألاء هذه النتيجة وبيدعو للاقتداء فيها وكأنه كان مساهم في هذا النجاح شو تعليقك؟ لا بارك الله له فيما علق علي يعني إحنا ما بيشرفنا إنه يبارك إننا إحنا هذا النجاح بنهدي لشهدائنا الأبرار ولأسران البواسل خلف قطبان العدو لقيادتنا الشرعية فرم الله وقيادة الرئيس محمود عباس أدرعي والأفخاي لا يمثلني ولا يشرفني إنه بارك علي هذه كلها بروبوغندا إعلامية حاولوا من خلالها يمكن جزء من الحرقيل والصعبات البوجهة يعني بظل المحتل له مليون وجه يعني يحارب فيه شعبنا وهذا جزء من الحرب النفسية والإعلامية على شعبنا لا بارك الله له فيما كتبه ولا يعني الله لا يبارك له وين ما هو قاعد إحنا بالنسبة إلنا يكفينا الشرفا إنه إحنا فلسطينيين نتمنى من الله عز وجل أن يمن علينا بنعمة الوحدة بلحمة شقية الوطن مصالحة اجتماعية على مستوى كل القاعدة الشعبية الفلسطينية أنا أفتخر بأبناء شعبي في الضفة في الخليل في نابلس في رمالله في غزة في جباليا كنا بلد وحدة وشعب واحد عدونا واحد وهدفنا واحد ومعا وسويا إن شاء الله بإذن الله تعالى حتى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس شكرا جزيلا لك وألف مبارك يعني لن نطيل اللقاء أكثر لكثرة عدد المهنئين والفرحين والذين يريدون مشاركة العائلة هذه الفرحة الكبيرة التي يأملون أن تكون خطوة أولى على طريق نجاح مستمر لكل أبناء الشعب الفلسطيني وألاء واحدة منهم التي أفلحت اليوم في التفوق وحصول على معدل عال جدا 99 و17 شكرا لكم مشاهدين الكرام على المتابعة ودمتم في أمان الله شكرا لكم